في ميدان التحرير مئة الألاف يتظاهرون ضد مرسي الذي يواجه أكبر أزمة سياسية منذ توليه السلطة من القاهرة تقرير للزميل هشام مهران مصر فوق صفيح ساخن مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير في مليونية للثورة شعب يحميها الهدف اسقاط الإعلان الدستوري الذي حصن به الرئيس المصري قراراته ومجلس الشورى ولجنة الدستور ضد أحكام القضاء نحن أمام الآن تأسيس حقيقي جد لمشروع الدكتاتور والنظام القامعي مش هنقبل هذا الكلام تحركات الرئيس لاحتواء الأزمة زادتها اشتعالا بعد فشل اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى حيث اكتفى الرئيس بالتأكيد أن تحصين قراراته سيكون مؤقتا حتى نفاذ الدستور وسيقتصر على الأعمال السيادية فقط نتائج رفضها قضاء مصر مؤكدين استمرار تعليق العمل بالمحاكم وبدء اعتصام مفتوح بينما أصرت القوى السياسية التي شكلت جبهة الإنقاذ الوطني على رفض الحوار مع الرئيس حتى إلغاء ما وصفته بالإعلان الدكتاتوري أما جماعة الإخوان المسلمين فقد آثرت حقن الدماء وأجلت مليونيتها الداعمة للإعلان الدستوري تحصين في الإعلان الدستوري الذي صدر من الرئاسة هو تحصين مؤقت لفترة لا تزيد عن الشهرين بمجرد ما يصدر الدستور حيجب الإعلان الدستوري الصادر وعلى بعد خطوات من ميدان التحرير اشتباكات متقطعة بين متظاهرين يقذفون الشرطة بالحجارة لترد عليهم بقنابل الغاز مخلفة مئات المصابين بينهم مئتان من الشرطة ذاتها وفق محللين سياسين فإن أكثر من ثمانين عاما من سعي جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة توجد بانقسام حاد في المجتمع المصري حول سياساتهم بين قوى إسلامية مؤيدة وقوى مدنية تنطفد مجددا رفضا لما تعتبره ديكتاتورية جديدة هشام مهران MTV القاهرة